مع اقتراب ساعة الصفر لبدء عملية تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش تصلت الأضواء على قوات سوريا الديمقراطية المناطبها مواجهة داعش بدعم عسكري كبير من الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده قوات سوريا الديمقراطية هو تحالف تم تكوينه في أكتوبر 2015 في محافظة الحسكة وتم تشكيل هذه القوات بطلب من واشنطن بهدف محاربة وطرد تنظيم داعش من الأراضي السورية والشريط الحدودي التركي السوري كما تهدف إلى المساهمة في إنشاء دولة سورية ديمقراطية يتمتع جميع مواطنيها بالعدل وكامل الحقوق القوات نجحت في طرد داعش من قرى وبلدات في ريف حلب الشمالي بعد الدعم العسكري الكبير الذي طلقته من الولايات المتحدة وتتألف قوات سوريا الديمقراطية من عدة ميليشيات كردية وعربية وسريانية وأرمينية وتركومانية أبرزها قوات الحماية الشعبية الكردية قوات الصناديض وتتكون من ميليشيات عشائرية في المنطقة جيش الثوار ولواء الثوار الرقة ويتبعان للجيش الحر كما تضم قوات السوتورو وهي فصائل سريانية صغيرة عدد قوات سوريا الديمقراطية يبلغ ما بين 30 ألف إلى 40 ألف مقاتل ومقاتلة أما مجال عملياتها فيشمل محافظات حلب والحسك والرقة ودير الزور الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قام السبت بزيارة هذه القوات شمال سوريا والتقى قادتها مصرحا أن هدف زيارته هو بناء تحالف قوية يجمع العرب والأكراد في مواجهة داعش ورغم ما تجده هذه القوات من دعم إلا أن هناك من يعارضها ويتهمها بأنها جزء من قوة الحماية الكردية التي يتم تنسيق نشاطها مع نظام الأسد عماد الدين همم العربية